بأرقام كمان كبيرة وسكور كبير يدل ان الفرق المصرية على التراك الصح وان شاء الله ده بيوازي بقى كمان ان ده ينعكس على منتخبنا كمان ده ده بقى اللي لسه أكلمك فيها كابتن خلاص انت دلوقتي عندك فرقتين الفرقتين جاهزين ومؤهلين ان هما بلعبوا نهاية أفريقيا اللعبة بتاعتها الحمد لله وفضل عند ربنا ما فيش عصابات اللعبة بتاعتها فايقة فهو يقدر يختار فعلا المكان المناسب واللي عبوا المناسب بالنسبة له هي دي اللي انا كنت بقول له ده لازم الكابتن حسين برضو الفترة اللي جاية انا مش اقول ليه اعتاب او هقول لا انا هقول كل لعيب ياخد حقه لو احنا بنتكلم للصالح يعني اقول كل لعيب لازم ياخد حقه لان فيه لعيبة بتكتهد وفيه لعيبة بتتعب وفيه لعيبة بتتعب كتير جدا عشان توصل للحلم بتاعها ان يلبس فلنة منتخب مصر يبقى لازم يبقى جدير بالذكر ده وقع على الاختيار صحيح هي دي اللي انا بطلبها تتوقع ان هي اتوقع ان شاء الله بازن النادي الاهلي ان شاء الله يعني دي تمنيات كمان بس احنا بنقول لازم يبقى في حساب لفرقة نادي الزمالك النادي الزمالك الفترة اللي فاتت عمال اه لعبته فائقة عمال بيكسب وهم نقول بالتلاتة والاربعة بيكسب برة بيكسب هنا واخد بطولتين عنده دفع قوي جدا لان النادي الزمالك بالنسبة له اه هنتكلم بصراحة النادي الزمالك السنة دي خلاص اخد بطولتين فهو مش فرقة معاها حتى يعني ما تيجي تتكلم عن النادي الزمالك كلك انا واخد بطولتين احنا نادي الاهلي خدنا الدوري فدي اهم حاجة بطولة بالنسبة لنا احنا انا شايف كده دي بالنسبة لنادي الاهلي اهم من الدوري واهم من الكاس واهم من كل البطولات اللي فاتت. احنا تعارف اتنين واربعين مرة دوري فخير حدنا. لو خيرونا برضو يا كابتن لو خيرونا برضو بين الدوري والبطولة افريقية او كاس هنختار البطول الافريقية. اكيد اكيد وان دايما احنا وانت تربيت على ده مشهير احنا دايما بنلعب على البطولات والنادي الاهلي بيلعب ان شاء الله على السلسية. واحنا موجودين في كاس مصر وان شاء الله المبرانة هي يوم سبع عشرين. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. احنا عارفين لو فرقتنا فاقة صدقني خلال الماتشات اللي فاتت وانت شفت الماتشات وشفت الاداء. لو فرقتنا فاقة او بتقدي بنفس الاداء وبنفس الروح وبنفس التركيز. حتى كنت بقول مش خايفين من حد يعني احنا ان شاء الله الناس بتخاف مننا احنا ما نخافش من حد. بص كنت قلت كلمة حلو قوي. هي دي انا عايزة سمحها لعيبة النادي الاهلي. انت قلت دلوقتي ايه? الروح. نزبوط. لعيبة النادي الاهلي تفرق عن لعيبة مصر كلها بالروح وايامينك يقولك ايه? روح الفلنة. نزبوط. دي روح الفلنة دي يعني ايه? ما هي دي بقى اه اللي بقت موجودة دلوقتي. بدأنا نحس بيها. ليه? لانك انت فيه فيه متشاب بتبقى فيه لما ولا من اللاعبة فيه فيه بيقولك ما عندهمش روح. لا الفترة اللي فاتت ديا انا شاف اللي الروح بدأت ترجع لفريت النادي الاهلي. ولازم يبقى عندهم الطموع بقى خلاص. انا الطموع وصلت للنهائي. فورونا بقى احنا عايزين جمهور النادي الاهلي مش ايبل يا كابتن غير البطول. واحنا عودناهم على كده. يعني حتى لما كنا بنلب عودناهم على كده. فخلاص دا قدر كل ما نلبس فرنة النادي الاهلي قدروا ان هو مطلوب منه البطولة. احنا عودنا للجمهور على كده. دا حقيقي. دا حقيقي طبعا نشاء الله باذن الله البطولة الاهلوية باذن الله. وزاي ما انتا قلت. يعني المباراة يعني احنا ان شاء الله باذن الله. احنا اللي بنسهل المباراة من صعبة على مستوانا. ان شاء الله نكون بس موفقين في اليوم دوت. ويكون التركيز على الأعلى مستوى. القلق اللي كان قبل الوداد واللي شفناه مباراة الوداد هناك في المغرب. وشفناه مباراة الوداد هنا في القاهرة. نقول إن شاء الله بإذن الله أن احنا في حالة بدنية وفنية عالية جدا. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي أكيد. وزي ما أنت بتقول يا مشير إنه نتمنى المباراة تخرج في إطار إطار أخوي وإطار يعني يليق بإسم الفرقتين وجماهير القرى وبإسمه مصر عامة إن شاء الله. دي أهم حاجة كابتن. إحنا بنقول إيه اللعيبة دي رسالة بقى بنوجهها للعيبة. اعمل إلي عليك وسيب إلي بقى ربك. لسه أقول لك إدي كمان رسالة من خلال إنت لسه اللقاء تعرف إنه مباراة النهائية مع زمالك. ما بين قصين كده يعني رسالة أولا لي لعيبة النادي الأهلي والتانية طبعا لجماهير.